السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا مع تغوبة كوخ أعلن عن عدد الحالات المسجلة في الـ 24 ساعة الماضية وهي 2194 حالة إذن عم نلاحظ ارتفاع طفيف بعدد الحالات أيضا وعدد الوفيات 3 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية وزارة الخارجية الألمانية تعود لإدراج بعض المناطق كمناطق يحذر من السفر إليها بسبب ارتفاع كبير في عدد الحالات فيها ومنها على سبيل المثال العاصمة النمساوية فين وأيضا بودابست والعديد من المناطق مثل أمستردام كمان في هولندا تشيك في سويسرا في فرنسا أيضا باريس منطقة باريس كرواتيا رومانيا إذن العديد من المناطق في أوروبا الآن عادت ولكن مناطق محدودة وليس دولة بشكل كامل عاد وتم ادراجة على قائمة المناطق التي يحذر من السفر إليها أهمية هذا الشيء اللي عبي تم التنبيه كمان منه هو بنعرف نحن لما الدولة بشكل رسمي بتالي على المنطقة أنه هي منطقة يحذر من السفر إليها بيصير في مشكلة في موضوع التعمين الصحي لذلك لازم واحد يتأكد قبل ما كان يسافر لها المناطق إذا كان مضطر يسافر مشان إذا صار شي لا سمح الله الرئيس الآخر لحزب الاسب دي نوبت فالتا بوغيانس نعرف حزب الاسب دي له رئيسين حاليا هو النوبت فالتا بوغيانس وساسكيا إسكن ساسكيا إسكن طالبت في مطلع هذا الأسبوع أنه ألمانيا تستقبل عدد كبير من اللاجئين من اليونان المطالبة كان يتم تقديرها بحوالي 5000 شخص الحكومة الألمانية المستشارة ووزير الداخلية اتفقوا على استقبال 1553 شخص ولكن حزب الاسب دي كان بده أرقام أعلى من هذا الرقب بكثير الآن أيضا الرئيس الآخر لحزب الاسب دي عاد وعب يطالب بزيادة عدد الأشخاص اللي يمكن استقبالهم من اليونان هنا في ألمانيا وعب يقول كمان أنه حزب الـ CDU CSU يعني الونيون هن اللي عملين الآن يعني بلوكادة عملين عملية مناء الاستقبال المزيد من اللاجئين عب يقول أنه نحن ممكن في عنا عدد من المدن والمقاطعات في ألمانيا عند الاستعداد أنه تستقبل مزيد من الأعداد من اليونان ولكن هذا الشيء بده موافقة الحكومة المركزية وباعتبار أنه الحكومة المركزية مؤلفة يعني من حزبين رئيسيين هنا للأونيون CDU CSU والاسب دي وبالتالي موافقة المستشارة وحزب الـ CDU أيضا هو أساسي وحاسم ولكن الاتفاق الوسطي يعني كان الآن 1553 شخص حزب الـ CDU وعب يقول أنه بقية الشركاء الأوروبيين إذا عملوا خطبة مماسية للألمانيا تنحل المشكلة بشكل مشترك لكل رفض وألمانيا بقيت الوحيدة اللي استقبلت الآن من اليونان القضاء الألماني عبيعالج الآن ملفات الغش في مساعدات كورونا في الوباء اللي صار أكتر من 10,000 حالة الآن عبيتموا لحقتها من قبل الادعاء العام في ألمانيا أمام القضاء لأنه العديد من الناس أخذت المساعدات بغير وجه حق العديد غش العديد من الناس أيضا كان في قبل فترة حملة حتى للشرطة الألمانية يعني على بعض الأماكن السكنية حتى وتم صدرت بعض الأموال كاش وهالأشياء الآن تبين أنه ارتفاع عدد حالات الغش إلى أكثر من 10,000 حالة عبيتم الآن ملاحقتها أمام القضاء الألماني السبب هو كان أن الحكومة الألمانية وعدت بشكل سريع بأنه تحول الأموال كمساعدات للشركات والمحلات الصغيرة بشكل خاص بشكل فوري وبدون تعقيدات بيروقراطية بمجرد ملء استمارة وطلب بسيط وهذا الشي تم استغلاله من قبل العديد من الناس اللي غشوا يعني وأخذوا كمية كبيرة من الأموال طبعا الحكومة الألمانية الآن عبتلاحقون لأنه الخسائر هي بملايين اليوروهات وبنفس الوقت الآن القضاء الألماني عبيعالج هذا الموضوع المقاطعة اللي صار فيها أكبر عدد من الغش بمساعدات كورونا بهالشكل هي مقاطعة نوتغاينفستفال خبر مؤسف إنسانيا المشفى الجامعي في مدينة ديسلدورف في مقاطعة نوتغاينفستفال تعرض إلى تحكير إلكتروني السيرفرات الثلاثين يلي بتشتغل عليها المشفى الجامعي وكل الانظمة الكمبيوتر وهالأشياء ده اللي بنظم عمل المشفى كلها توقفت عن العمل وخرجت من الخدمة بسبب هذا التحكير الإلكتروني وهذا الشيء أدى كمان إلى وفاة مريضة كانت بتمنقل إلى قسم الإصعاف في المشفى وتم تحولها مشفى آخر بعيد هذا الشيء أدى إلى وفاتها فعب يعتبروا أنه هذا التحكير الإلكتروني كمان تسبب أيضا بوفاة مريضة الآن وبالتالي عبي تم الآن فتح قضية بشأن هذا الموضوع الفكرة هي أنه الشرطة عبي قولوا أنه تواصلت مع المجموعة اللي قامت بالتحكير لأنه هن فتحوا مجال لهذا الشيء يعني عبي يضغطوا مقابل الحصول ربما على الأموال وأخبروهم أنه أنه أنت وقفتوا يعني عمل 30 سيرفر في المشفى يعني وهذا الشيء أدى حتى إلى تعريض حياة الناس اللي في المشفى إلى الخطر ووفاة أحد الأشخاص كمان فهن على ما يبدو تراجعوا بعدين أنه ربما كان المستهدف هي سيرفرات الجامعة بالخطأ تم تحكير يعني سيرفرات المشفى أو ما شابه ذلك ولكن الآن عبي تم ملاحقة هذا الموضوع أيضا قضائيا هاي كانت أهم الأنباء في ألماني لهذا الصباح أتمنى أن نفتكم من خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته